هذه أبرز العناوين إشبيليا يكشف حقيقة العروض السعودية لنصري خبر عاجل الوفا تصدم لعب المنتخب الأسباني بعد عنصريتهم ضد المغرب بيلينجهام يعمل على قطع الطريق بين ريال مدريد وحكيمي والآن إلى التفاصيل ولكن من قبله باش تكون أول واحد كتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس إشبيليا يكشف حقيقة العروض السعودية لنصري كشف إشبيليا الأسباني حقيقة دخول يندية سعودية في مفاوضات رسمية مع مهاجمي المغربي يوسف انصري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية ويمتد عقد يوسف انصري البالغ من العمر 27 عاما مع إشبيليا حتى صيف 2025 وقال غافير سانتوس المتحدث باسم إشبيليا لصحيفة الرياضية السعودية انصري أصبح قريبا للغاية من الانضمام إلى فنربخش التركي بعد مفاوضات قوية من جانب فريق المدرب جوزي مورينيو وضف ما تردد حول دخول اندية سعودية وتحديدا القادسية في مفاوضات جدة مع مسؤول إشبيليا لضم اللاعب غير صحيح المفاوضات قد تكون تمت مع المحيطين بنصري فقط لكنها لم تصل للإدارة وتمرض اسم انصري بالقادسية خاصة بعد نجاحه في إبرام عديد من الصفقات خلال الفترة الماضية خبر عاجل الوفا يصدم لاعب المنتخب الإسباني بعد عنصريتهم ضد المغرب فتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ويفا تحقيقا مع لاعبي المنتخب الإسباني رودري وألفارو مورطا بالسبب سلوكهما خلال احتفالة الفوز بلقب يورو 2024 بالعاصمة الإسبانية مادريد وتعود الواقع إلى الخمس عشر من يوليوز خلال حفل استقبال منتخب الاروخة عند العرض العام لكأس بطولة الأوروبية في مادريد حيث نشرت تقارير صعفي أن التنائي هتف جبل طارق إسبانيا وأضاف مورطا والمغرب أيضا مما أثر ردود فعل غاضبة من قبل بعض الجهات ووفقا لبيان صادر عن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ويفا تم تعيين مفاتيش الأخلاقية والانضباط في الاتحاد لتقييم الانتهاك المحتمل للوائح التأذيبية للوفا من قبل اللاعبين وأضف البيان سيتم توفير المزيد من المعلومات حول هذا الأمر في الوقت المناسب يشار إلى أن جبل طارق منطقة ذات حكم ذاتي تابعة للمملكة المتحدة ولكن تطالب إسبانيا باستيادة عليها منذ فترة طويلة وتعتبر تصرفات رودري ومورطا استفزازية وبعيدة عن الرياضة بشكل تام ومن المرجح حسب ما ذكره موقع الفوسبور أن يواجه اللاعبان عقوبات من قبل الوفا وقد تتروح العقوبات بين الغرامة المالية والإيقاف عن اللاعب لفترة من الزمن بيلينغ هام يعمل على قطع الطريق بين ريال مدريد وحكيميا وجه نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم بوصلته صوب الدولة الإنجليزية ترينت أليكساندر أرلوند الظهير الأيمن لفريق اليفيربول الإنجليزية لتعاقد معه خلال فترة الانتقالة الصيفية لسنة 2025 بعدما فشل الفريق الملكي في إقناع النجم المغرب ياشرح حكيمي بالعودة إلى الصفوف الميرنجية وأشرت صعيفة أصل إسبانيا إلى ناريا المدريد يحاول لحب ورقة نجمه جوز بيلينغ هام لإقناع مواطنه أرلوند بعدم تمديد مقامه مع الريدس والتوقع في كشفات بطل أوروبا الصيف القدم بعد نهاية عقده مع الليبربول ووضح المصدر نفسه أن السيد ساريا مدريد باتت واضحة في السنوات الأخيرة وتتمثل في اختيار لعبين الشبان بقيمة مالية معقولة وهو الأمر الذي تريد تطبيقه لمعالجة مشاكل الضهير الأيمن مستقبلا بعدما تقدم داني كاربخال ولوكاس باسكيس في السن وأكد ذات المصدر على أن بيلينغ هام يعتبر عامل أساسيا في إقناع أرلوند بالانتقال إلى ريال مدريد بالنظر للعلاقة الجيدة التي تجمعهما وهو ما قد يغلق الطريقة أمام عودة حكيمي إلى الفريق الملكي مستقبلا وكان موقع إداعة مونتي كارلو الفرنسية قد أشار إلى أن أشرف حكيمي بتقريبا من تعزيز استقراره في العاصمة الفرنسية وعدم السير على خطار في قدر به كيليان بابي المنضم حديثا إلى ريال مدريد قادما من نادي بريسان جرمان الفرنسية وأفاد المصدر نفسه أن ممثل حكيمي اتفقوا مع مسؤول عملاق الكرة الفرنسية عن تفاصيل تجديد العقد الحالي الذي ينتهي صيف سنة 2026 حيث يراهن كثيرا بريسان جرمان على خدمة الفتى المغربي الذي يعتبر من ركائز الفريق ومن بين أفضل اللاعبين في مركزها على الصعيد العالمي وخذ حكيمي 40 مباراة مع بريسان جرمان الموسم الماضي في جمع المصابقات كما يستعد للمشاركة مع المنتخب الوطني المغربي الأولمبي في دورة الألعاب الأولمبي باريس 2024 ترغلين جئنا لتحقيق الميدالي والوصول لأبعد نقطة في أولمبياد باريس أكد أسامة ترغلين لاعب المنتخب المغربي الأولمبي عزمهم على الاشتغال الجيد لتحقيق نتائج إيجابية والوصول إلى أبعد نقطة خلال مشاركتهم في دورة الألعاب الأولمبي باريس 2024 وقال ترغلين في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للمنتخب المغربي جميع لاعبين لديهم طموح نواجئنا إلى هنا لتحقيق الميدالي والوصول لأبعد نقطة وأضف نريد أن نقول كلمتنا الجميع يعلم بأننا نملك لاعبين مميزين ويفعلون الكثير من الأشياء الجيدة مع أنديتهم ووصل الأمر المهم بالنسبة لنا الآن هو التعاون ونشمع معا للاشتغال من أجل مصلحة الفريق ونقول كلمتنا إن شاء الله جدرا بالذكر أن المنتخب المغربي الأقل من 23 سنة يتواجد في المجموعة الثانية بجانب كل من أكرانيا الأرجنتين والعراق الرجاء الرياضي يرسل قائمته الإفريقية للكرف أرسل النادي الرجاء الرياضي قائمته الإفريقية التي ستتخذ مبارية الدور التمهيد لمسابقة دور عبدالإفريقية الشهر غشة القادمة أمام نادي الحرس الوطني النجيري وانتظر النادي الرجاء إلى غاية اليوم الأخير من موعد إرسال القوائم الإفريقية أملا في تأهيل لاعبه الجدد غير أن فشله في رفع قبة المنع من الانتدابات حالت دون ذلك بحيث اضطر لإرسال قائمة تضم لاعب الموسم الماضي منقصة من رياض بن عياد وهيرفي غاي وفيكتور أبريكو وإسماعيل مقدم بسبب رحيلهم عن النادي وعرفت القائمة وجود مدافعين من مدرسة الفريق على غير ربو شعيب العراسي والمشخشخ بجانب عبدالله خفيفي بوزوق والزرهوني يزيدان معاناة الرجاء ذكر موقع كورا أن يسر بوزوق ونوفل الزرهوني تنعي رجاء رياضي وجه رسلة تهديد لإدارة النادي بشأن ضرورة تسوية المستحقات المالية العالقة وتقدر مستحقات بوزوق والزرهوني لدرجاء المغرب بواقع 600 مليون سنتيم لكل منهما وذكرت المصادر أن بوزوق يتواجد حاليا في الجزائر رغم انتهاء فترات إجازته ولم يتحرك للعودة إلى الرجاء قبل معسكر الفريق في إسبانيا وانتشرت أنباء حول نية بوزوق في تفعيل الشرط الجزائي الذي يمنحه حق مغادرة الفريق وذلك حال تجاهل مطالبه بتسوية مستحقاته المتراكمة ويعيش الرجاء البيضوي فترة صعبة على المستوى الإداري بالسبب توقيف رئيس النادي محمد بودريق في ألمانيا شكرا